وفي التحديات العراقية التي تكمل بعضها فبعد أن كانت من المحافظات المتصدرة في إنتاج التمور أصبحت محافظة الضيقار اليوم تسجل تراجعاً كبيراً في إنتاجها بسبب تجريف البساتين وغياب الدعم الحكومي والشح المائي وانعدام المكافحة الزراعية ما جعل أغلب الفلاحين يتركون أراضيهم الزراعية بحثاً عن مصادر أخرى للعيشة حيدر حنون والتفاصيل تغنى بها الكثير وقدسوها قديماً وعاقبوا مهملها وما زالت عندهم مضرباً للأمثال لما لها من مكانة في قلوب العراقيين ففي ذيقار المعروفة بأنها مدينة التمور أصابت جفاف النخيل بسبب ملوحة مياه المحافظة ولم تنتج أنواع التمور كما كان سابقاً وهذا ما أجبر قسماً كبيراً من المزارعين التخلي عن العمل في مجال الزراعة النخلة التي كان يحتمد عليها العراق كان يصدر منها كان مهتم بها الآن الدولة عجزت عن دعم هذه البساتين وهذه النخلة عن مكافحتها عن توفير المياه إلها عن دعم أصحابها عن توفير الدعم أو توفير مخازن أو استلام المحصول لذلك أصبحت التمور الموجودة في ذيقار أعلاف للمواشي للأسف الشديد هذه التمرة كانت تصدر إلى الدول العالمية والناس تتكلم عن التمور العراقية تتعب وتتخسر عن النخال اللي هي الفترة اللقاح وتيجي فترة رش المبيدات والآخر الحاصل تجي الحاصل ماكو ما حد يجي يأخذ الناتج الدولة ما تريد والفلاح يحير بهن يعني هسا إحنا هنا جمعنا التمور ماكو ما حد لا تاجر يجي ولا الدولة يجي تعجي بالحاصل المالتك حتى يستفاده ويأخذه بسعر يفيده حتى يفيده يعوض اللي يخسر عليه بالأخير الناتج ضالها سعد الفلاح ما حد يجي يأخذه ويتحدث مختصين أن عملية تجريف بساتين النخيل باتت أمرا لا يطاق كونها أثرت بشكل كبير على إنتاج التمور التي بدأت بعض أصنافها النادرة بالانقراض مطالبين بإجراءات عاجلة لحماية تلك الثروة الوطنية من التجريف وعادتها إلى مركزها المتقدم كما في سابق عهدها نلاحظ في الآونة الأخيرة انخفاض كبير في مستوى التمور في هذه المحافظة محافظة الذقار وقضاء سوق الشيوخ خاصة الذي كان يعد المصدر الرئيسي لتمويل هذه المحافظة والعراق بالتمور والنوعيات الرئيسية والأصناف المعتمدة في العراق ويشتكي أصحاب بساتين النخيل من أن شحة المياه وانتشار الأمراض والآفات الزراعية يعرض ما تبقى من أجدارهم للهلاكة وأن الحملات التي تنفذها الجهات الزراعية لمكافعة هذه الأمراض غير كافية إصابة النخيل بعدد من الأمراض مثل الدوباس والحمراء وغيرها وكذلك شحة المياه والمياه المالحة الآن التي تجينها بالنهر الفرات فسابقا كانت وزارة الزراعة سباقة لأن تأخذ المنتوج من الفلاح الآن الفلاح محد يمر بس القطاع الخاص والتجار يتحكمون بالفلاح فلذلك الفلاح الآراق الآن يعاني من أزمة اقتصادية كبيرة جدا بعد أن كانت محافظة الذقار الأولى في زراعة النخيل منذ زمن بعيد أصبحت اليوم أعدادها تتراجع بشكل كبير حيث الإهمال الحكومي للمزارع والأراضي الخضراء أثر بشكل كبير على مهنة الزراعة وخصوصا في إنتاج التمور لقناة صلاح الدين حيدر حنون الناصرية